اشتركوا في القناة المجلس الاعلى لمجلس التعاون والتي عقدت في مملكة البحرين كما اعرب سموه عن بالغ سعرته للمشاركة في هذا اللقاء الاخوي الذي جمع سموه واخوانه واصحاب الجلالة والسمو قارة دول المجلس مشيدا سموه بما تميزت به ادارة جلالة عاهل البلاد المفدة لاعمال هذه الدورة من حكمة واقتدار كان لها الاثر الكبير فيما حققته من نجاح وما توصلت اليه من قرارات بناءة ستعزز باذن الله تعالى مسيرة عملنا الخارجي المشترك كما اشاد سموه امير الكويت في برقيته باستضافة مملكة البحرين الشقيقة لقمة قادة دول مجلس التعاون مع معالي السيدة ريزمي دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة التي مثلت فرصة سانحة للتباحث والتشاور وتبادل الرأي حول مختلف الامور والقضايا التي تشكل اهتماما مشتركا بين دول المجلس والمملكة المتحدة الصديقة خاصة في ظل تطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وتسارع الاحداث الجارية سائلا سموه المولة على ان يديم على جلالة عاهد البلاد المفدة مفورة صحة والعافية وان يحقق للمملكة الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة